السلام عليكم اصدقائي كيف الحال بهذا الفيديو رح نشوف اهم الاسباب اللي بتخليك غير من اتش دي دي لاس اس دي وفيه من انا اسباب تتعلق بحفظ الملفات الخاصة فيك حفظ ملفاتك الشخصية والنظام بشكل عام قلنا نحقي لمحة سريعة الانواع الاتش دي دي الموجودة بهاي الصورة مشوفون عنا في عنا شي اسمه التلاتة ونصف اتش دي دي ليهو خاص بالبيسي بالكمبيوترات السابتة اه مو بالكمبيوترات المحمولة اه فيمنها سرعات تكون خمس. تلاف وأربعمية سبعة تلاف ومتين سرعة اعلى بتوصل للعشر تلاف بتكون خاصة بالسيرفر اه وعننا هون نسخة لتناين ونصف اتش دي دي وكمان فيمنها سرعات متعددة ممكن فيمن ها خمس. تلاف و أربعمية فيمنها سبع تلاف ومتين. اه سراع ونشوف هون عنا في الواحد فاصلة ثمانة اتش دي دي طبعا من زغر حجمه وزغر حجم القرص اللي موجود داخله فهو اكيد بيكون في منه مساحات صغيرة الاستخدام مؤليل بس ممكن يكون بس باللابتوبات السليم اللي بتكون ما بتتحمل هارد اه اثنين ونص اكيد لثلاثة ونص اه شي مانو خاص باللابتوبس ننتين هون للصورة الثانية انواع الاس اس دي الاس اس دي صار في منه انواع وسرعات عالية جدا عنا هون الاس اس دي لتنين ونص وهو على مبدأ لتنين ونص اللي شفناه عادي اللي هو الميكانيكي اه مشوف كمان في منه احجام بتوسل رح نحكي عن موضوع اكتر حجم بوصل له هاي الفئة في عنه هون الام ساتا فهون عنا ال تم ساتا اصدار الاولي منه اه مساحات كمان كانت موجودة قليلة ومنت觉得 الاصدار لبعده لهو الام تو هون اصدار الام تو كمان في منه مشوف فيه منه اطوال متعددة هون هزا بنسبهر الطول الحجم ما بيفرق كتير معاك. هلا هون الطول حسب المساحة الموجودة ضمن ضمن اللابتوب او ضمن الديسكتوب. لك تنتبه لموضوع في فوارق كبيرة بين الامتو وبين الان في ام اي. نسخة مشابهة تماما ممكن آآ نسخة الالفين ومويتين وتمانين آآ نفس الطول مع الان في ام اي. ولكن بيفرق عنا هون المخرج هذا. انت ازا قررت تنتقل من الاتش دي دي ولازم تنتقل من الاتش دي دي للس اس دي فلازم تتأكد اول شي لسلوت الموجود عندك بالجهاز. ازا كان لابتوب وزا كان آآ ديسكتوب تتأكد من السلوت شو بيدعم اي نوع اس اس دي بيدعم وعلا اساسه بتختار بشان ما تشتري وتضطر ترجع تبدل لشتريته. هلا هون في عنا النسخة المحمولة آآ ما بتشتغل انتيرنل ابدا هي في منها اشكال كتيرة في منها انواع كتيرة هاي النسخة المحمولة آآ بس بتكون اكستيرنل للتخزين فقط مو اكتر. هون اصدقائي بالنسبة هو الخيار الافضل بين كل شي موجود. آآ حتى صار في نشوف باخر الفيديو نشوف هو حجمه تقريبا شي تلاتة اربعة سنتي بطول ممكن عشرة سنتي. آآ صغيرة كتير في تاخده معك وين ما كان وزا كان عندك لابتوب او كمبيوتر بيدعم فامورك بخير. حتى ازا قررت اشتري لابتوب جديد او جديد اكيد اغلبية الجديدة عم يجي فيها سلوت لل او فهو الافضل بين هدول الخيارات. هو خيارك الافضل حاول لما تاخد ما تاخد شي قليل انه بس بدك شي بوتينج. باع شوي مصاري زيادة واخد ساعة اكبر راح ترتاح راح تريحك هذا الموضوع. هذا الخيار الافضل. انا نصيحتي لك اختار ا افضل من الساتة. افضل من الساتة. افضل من الام ساتة. الام ساتة صار قديم شوي. اه حتى افضل من الام تو الام في مي هو الاسرع والاقوى بين هدول. وهو الخيار الافضل بين كل شي موجود. نسخة هي النسخة اللي بتشتغل اه ضمن السلوتات ممكن السلوتات اللي بتكون موجودة ضمن البي سيت. اكيد ما بتشتغل على اللابتوب. هاي النسخة خاصة كمان بالديسك توب. حتى محل سلوت اه سلوت البي سي اي اكسبريس. وفيك تمام عن طريقة بوت فيه منهم بديك تنتبه كمان ما بيدعم البوت. في بعض الانواع من ما بيدعم البوت. يعني فيك انت تستخدمه كتخزين بيانات. فبدك تنتبه على هذا الموضوع. طب بهذا الجلول راح نشوف مقارنة بسيطة. ورح توضح لك اهم النقاط الفوارق بين الاتش دي دي وبين الاس اس دي. راح نمشي بشكل سريع ونوقف عند النقاط المهمة. المعنى نوع محركات الاقراص يستخدم ذاكرة فلاش لتخزين البيانات. هون عنا الاتش دي دي نوع محرك الاقراص الذي بيستخدم شريط مغناطيسي او قرص مغناطيسي لتخزين الاقراص. حالة التكنولوجيا نهيش حديث اه مساحة التخزين بتكون اقل بالاس اس دي اه بالاتش دي دي بتكون اكتر. استهلاك الطاقة اقل. وعننا بالاتش دي دي اكيد استهلاكه اكتر بما انه في قطاع متحركة في عندنا موتور. دائما الموتور بيصرف طاقة اكتر من الحالة الصلبة لاي جهاز. متوسط الوقت لبدأ تشغيل نظام. ازا كان ويندوز وازا كان ماك عشرة لخمسة عشرة ثانية. وانا شخصيا جربت سبع ثواني كنت قادر انا افتح برنامج وبلش شغل عليه. سبع ثواني وممكن في انواع ملاس اس دي حسب انت اكيد شو منزل برنامج بالستارت اوب تشتغل مع بدء التشغيل. هذا الموضوع بيأثر. كان ازا كان ويندوز فريش او ماك فريش او حتى لينوكس فريش هو اللينوكس دائما اسرع بالبوتينج. رحت تلاقي السلعة ممكن خمس سواني ست سواني. السبع سواني تكون انت نازل وقادر تشتغل تفتح البرنامج اللي بدك يا. هون بنشوف بالاتش دي دي رح يكون تريبل دبل او تريبل. يعني يكون مرتين اكتر او تلات مرات اكتر. يعني ممكن يوصل معك للخمسة واربعين سانية فريش ويندوز او فريش ماك بدون برامج اضافية بتشتغل بالستارت اوب. منظور الصراعة سريع خاصة في الحالات المعقدة لحركة الملفات الكبيرة. يميل الان يكون بطيئا في بعض الاحيان حتى في حالات العمليات الصغيرة. طبعا حجم الملف بيلعب دور ازا كان عندك فيو سبعة عشر او عشرين جيجا. وفيو مليون ملف اكيد هذا الموضوع بياخد وقت اكتر. اه نشوف هون منظور التكلفة اكيد الاس اس دي اغلب بما انه اسرع. هون اقل غلاء. طبيعة المعالجة هون نشوف غير ميكانيكي هون نشوف ميكانيكي. من الحالة الصلبة اكيد. اه وقت التحميل هون وقت تحميل اسرع. اه بطيئة بالمقارنة مع اس اس دي. التأثير على تبليد الكيموتر هاي احدى النقاط المهمة. يسمح لاجهزة الكيموتر بالوقاع باردة لانها تستخدم طاقة اقل. هذا موضوع مهم جدا دلاشخاص اللي بيشتغلوا على موضوع الاشخاص اللي بيشتغلوا على البرامج التقيلة اللي بتستخدم موارد الجهاز بشكل كبير. فالاس اس دي كمان هو خيارك الافضل. رقم اتنين منظور عمر البطارية الكمبيوتر محمول. هون نحن عم نحكي عن لابتوبس. يتيح عمر بطارية طويل. واكيد السبب ذكرناه انه ما فيه اطعمة حركة. فلذلك ما فيه استهلاك كبير للطاقة. قال هون قد يكون عمر البطارية قصيرا بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة. مثل ما حكينا ضعف اه دبل او تريبل ممكن يكون عمر البطارية دبل او تريبل اكتر. قال هون قد يكون عمر البطارية قصيرا بسبب ارتفاع استهلاك الطاقة. هذا الموضوع بسيط ممكن يطول معك اكتر زيادة ساعة بالنسبة للاس اس دي اه عن الاتش دي دي يكون فيه استهلاء يكون فيه عمر بطارية اقل. منظور المتانة وهي النقطة المهمة ثلاثة بيطول اكتر يدوم اكتر نشوف هون اقل متانة قدرة التحمل تبع الاس اس دي اكتر حتى من الاتش دي دي. المهمة بترجح كافة الاس اس دي اه بترجح كافة الاتش دي دي على الاس اس دي وهي مساحة التخزين نشوف هون الضعف. عنا هون المساحة بتوصل الستطاعش تيرا بايت. بينما بالنسبة للس از دي بالوقت الحالي هلأ بالعفلين واحد وعشرين صرنا باخر بالربع الاخير من هاي السنة. عنا اكتر مساحة تخزين هي تمانية تيرا بايت. منظور السلامة اكثر امانا هذا الموضوع صار ما يمرتين. اكثر امانا قد لا يؤدي اسقاط الكمبيوتر المحمول الى فقدان البيانات. نشوفهم قد يؤدي اسقاط الكمبيوتر المحمول الى فقد اه الى فقد البيانات لان محرك الاقراس ثابتة يحتوي على اجزاء متحركة. يعني فيه الابرة فيه الهارد ديسك. اي وقع اي رجة. اه ممكن اه تخسر كل بياناتك وبتكلفك تكلفة اربع او خمس اضعاف السعر الهارد ديسك لحتى تقدر تسترجع بياناتك. ازا لقيت فني او مختص محترف حتى يقدر يرجع لك البيانات عن طريقة استبدال البورد او استبدال القطع الموجودة من هاد الهارد لهارد جديد. هذا الموضوع صار معي مرتين. كيف? اه هارد ديسك. حطوا انا ضمن او بوكس خاص فيه. اه من مسافة متر وعي من ايدي. وخلص الله يعطيك العف. ضربة واحدة. ما اكل التانية. ما ما اخذ ضربة تانية. كانت البيانات كلها رايحة. تخيل انت بكل بساطة واقعة صغيرة بتخسرك كل شي بيانات بالخص اللي عندهم شغل مهم على الكمبيوتر او ملفات مهمة. اه واقعة صغيرة بتكون خالص. انت ممكن ممكن نسبة كبيرة ما تقدر تسترجع بياناتك. هذا احد اهم الاسباب اللي انت لازم تستخدمها. وانت بهذا الموضوع بدي احكي شغله. لازم يكون عندك دائما شي اسمه ازا حابب انت تستخدم مساحات كبيرة عندك ملفات حجمة كبير بياناتك حجمة كبير. فانت لجاء دائما انه تعمل نسخة احتياطية. بتخصصها على هارد ديسك اتش دي دي. وممكن تختار يكون ضد الصدمات. طبعا انا ما بضمن لك انه يكون ضد الصدمات لانه رجعة صغيرة على الابرة ممكن تنظرك. فتعمل عليه نسخة احتياطية ودائما يضل عندك نسخة احتياطية بديلة للنسخة الموجودة بالكمبيوتر اللي انت عم تشتغل عليه. هون مشاهدة المبارات ما بيهمنا هاد الموضوع. احتزازات اكيد بالنسبة للاتش دي دي اس اس دي ما في. اه كمان هون صوت كمان ما في. فازان هاي اهم الفوارق الموجودة بين الاتش دي دي وبين الاس اس دي. وحكيت عن الامور المهمة اللي بتخليك انت تغير من الاتش دي دي للاس اس دي. وفي مقولة مفادها انه المال لا يشتري الوقت. صديقي هون المال بيشتري الوقت. تخيل حالك عم تنسخ ملف ما رح لك سبعتاش رقية. رح تنسخ ملف خمسة جيجا. ويكون عندك سرعة اه النقل هي تلاتين ميجا. وعندك الال الحاس بضروب. وهذا الشي عم بحكي انا للاشخاص اللي عندهم اتش دي دي وعم يستخدموا اليو اس بي تو. فانت عندك هون الموضوع المال بيشتري الوقت وبيشتري وقت كتير. بالاخص زي كان عندك شغل. زي كان عندك وقت ضائع حابب تستثمره. فانت خيارك الافضل هو الاس اس دي. لازم انت تغير الاس اس دي. احد هاي الانواع الاس اس دي ممكن تشتري الام ساتا معاد فيه منه يعني شبه انقرض الام ساتا. في عندك الامتو. في عندك الام في مي. الاكسترنار انا ما بنصح فيها. بيكون حجم صغير. اه ما فيك انت تستخدمها في حال احتجت انه تستخدمها ضمن الكبيوتر فما فيك تستخدمها ضمن الكبيوتر. فانا برأيي شخصي بلع لك ياها الا ازا كان سابت انت ما بتستخدم شي اه برات البيت او برات المكتب اللي انت عم تشتغل فيه. الخيار افضل هو ومن بعدها بيجي الامتو. اه الاتنين ونص ما في مشكلة عليه ولكن الان في امي اسرع اه ضرب تلاتين مرة من الاس اس دي العادي الاتنين ونص اه ممكن الامتو بيكون اخف سرعة شوي ولكن الان في هو ان في ام اي هو خيارك الافضل. وصار في كتير من البوكسات في انت دعم ان في ام اي تشوفون عنا انكلوجر حجمه صغير اه فيك تستخدم مش مات ما انا شايفين هون وفيك تحولها انت مباشر لتيب سي من تيب سي لتيب سي. بوكس الانكلوجر حجمه جدا صغير ممكن. ممكن بحجم الولاعة يكون اه حجمه كتير صغير بتحطه بجيبتك. وفي منه صار في نسخ منا ضد الماء في منه نسخ كمان بتضوي في منه نسخ على بصمة. طبعا هادا الحكي كله فيك تشوفوا انت على موقع علي بابا او على موقع علي اكسبرس. موجود كتير هذا الموضوع مهم جدا انت فيك تستخدمه ضمن الكمبيوتر ازا كان طبعا في سلوت ما تخل له. في تستخدمه خارج الكمبيوتر كشي اكسترنال. بينما لا تاخد شيء اكسترنال ما يكون بيشتغل ضمن الكمبيوتر نفسه. نشوف عندي هون كمان اه هذا من جوة اه في منه بيدعم كمان بدك تأكد على الموضوع شو بياخد او الامتو. بدك تأكد على هذا الموضوع مشان ما تشتري ما بيكون بيدعم اه الاس اس دي اللي انت عم تستخدمه. وبنهاية هذا الفيديو نشكركم للمتابعة ان شاء الله تكونوا استفدتوا. انا بنصح برجع بنصح مرة تانية غير الاس اس دي باسرع وقت. المال هون بهذا الموضوع وبواضيع كتير طبعا بيشتري الوقت. الشيء الوحيد اللي انت ما فيك شتريه. ممكن اه شوية مصاري زيادة شوية دولارات زيادة انت تشتري كتير من الوقت حتى بموضوع البوتيك بموضوع الالعاب. موضوع اللي بيشتغلوا على البرمجة. كمان الاس اس دي بيساعد بالراجة كبيرة بغض النظر عن الفي جي اي. نشكركم للمتابعة ونشوفكم على خير بالفيديو القادم. قبل ما نهني الفيديو از عجبك الفيديو اه ما تنسى لايك اشتراك وفعل زر الجرس فاني يصل لك كل جديد. نشوفكم على الخير بالفيديو القادم ان شاء الله. سلام.